عايزة توقف مع حضرتك عند المؤتمر الصحف مبارح بالعصامة الإدارية الجديدة لدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان فيه إشارات مهمة جدا ورسائل مهمة جدا وبعض الجمل اللي عايزين أتوقف عندها مع حضرتك يعني الحديث أنه ما حدث بالأمس هو نوع من الشراكة وليس بيع الأصول لأنه بنشوف كده بعض الأصوات اللي بتطلع من هنا وهناك بتتكلم أنه فيه بيع للأرض وبيع للأصول المصرية رئيس مجلس الوزراء أكد أكتر من مرة على فكرة أنه ما حدث بالأمس هو نوع من الشراكة وليس نوع من بيع الأصول المباشرة دي نقطة في قاية الأهمية الحقيقة لأنه أنت أشارت الأول ضخ بقى التشاؤم ولا ويعني تكرير الناس في حياة حياتي المنصات دي طول الوقت بتتكلم الحقيقة وطول الوقت بيحاولوا بفهموا الناس كلام خاطئ أولا دي مش بس شراكة أولا الدولة المصرية ودولة الإمارات العربية المتحدة طرف رئيسي في هذه الصفقة الأمر الآخر هو أنها قائمة على القوانين المصرية والدستور للمصر فيما يتعلق به حق الانتفاع وإدارة السروة وغيره فهنا إحنا بنتكلم محدش يجرؤ أنه هو يخالف القانون أو الدستور في مثل هذه الأمور النقطة الأهم هنا هو بيع لو أنت بتبيع هو حد هياخد الأرض دي ويمشي أو هياخد المشروع ويمشي دي نقطة الحقيقة طب بنتكلم في كل دول العالم ومناسبة طول الوقت ما بنتكلم في هذا الموضوع بقول له إحنا مش بنقنعك مش بنقنع الناس بالباطل أو بنتكلم على دعاية لا أنت بتكلم على واقع ما بتسافر بره بتلاقي أكبر المشروعات بره والنوادي بيتنفسوا على أنهم يجذبوا الاستثمارات محدش بياخد ده وبيقول ده البرج اللي في لندن اللي في دولة عربية عاملها أو غيره أو هذا النادي بياخده ويمشي بالعكس هو لازم يضخ فيه استثمارات وبالتالي هو يكسب يعني بالتأكيد كل الأطراف بتكسب لكن فكرة الشراكة وأنه هذه الشراكة أولاً المستثمر لن يأتي بأمواله دون أن يجد أنه لديه فرصة للربح وأنه كل الأطراف تبقى ربحة لكن أنت ليه الأفضل الصفقات هي اللي بيبقى كل الأطراف حاسين فيها أنه هم ربحوا بشكل جيد نحن نتكلم علينا أولاً من حق المستثمر أنه يربح طبعاً قانون المصري واضح في هذا الأمر في التمليك وإدارة الصروة والاستفادة بالشكل عام لكن الأهم هنا هو أنا هيعود عليها بإيه؟ دي النقطة المهمة أنت تتكلم على مدينة أولاً راس الحكمة فيها الجزء الغربي في العالمين أو راس الحكمة في حاجة مهمة أو حرصة على فكرة المدن الزكية والمدن الصديقة للبيئة لأنه فيه كلام كمان يتقال رباً واحدش ياخد باله منه ممكن يبقى المتخصصين أو غيره على فكرة التغير المناخي وإن أنا بهدر الصروة أو بضعيف أنت بتتكلم على طاقة شمسية على طاقة رياح في هذه المناطق وهذه المناطق صالحة جداً على طاقة نظيفة على الطاقة النووية أنت بتتكلم على محطات تنقية مية هو الناس كانت بتقول وأنا بعمل كل المحطات دي ليه؟ حتى فكرة المجتمع القابل للمجتمعات المتسعة والعمران دايماً مصر بيستخدموا حكتين مهمين قوي جودة الحياة والعمران العمران غير البنى نحن نتكلم على مشروع عقار نتكلم على مدن فيها زراعة وفيها صناعة وفيها تواصل وفيها مشروعات كتيرة إنه هذه سياحة عما يبقى فيه مطار دولي وبالتالي فمن كل دول العالم بيوصل ليه مصر عندها سروة سياحية سواء سقفية أو غيره مكنتش مستغلة بشكل رئيسي آه السياح بييجوا في كل الحالات بس الأرقام اللي كانت بتيجي إحنا نستحق قدها كم مرة وبالتالي فلما بعمل مطار دولي أو بعمل هذه الطرق الضخمة اللي النهاردة مخدومة جداً أو محطات توليد كهرباء أو طاقة آآ آآ طاقة شمس وطاقة رياح وتنقية مية وطاقة نووية بتشغل الصناعة بتشغل الزراعة أولاً في أراضي كتيرة جداً صالحة للزراعة فالنقطة هنا إنه هذه المدينة اللي أنا بتكلم هنرجع لفكرة الخامسة وثلاثين مليار اللي جزء منه هيبقى أحداشر مليار هتخصمه من ديونك الخارجية ويدخله السوق يعني أنت بتشتكلم على مضاع لكن كمان فيه مية وخمسين مليار سيتم انفقهم لحين إنجاز ده كم فرصة عمل ستتغفر ملايين فرص العمل إحنا بنتكلم على ملايين فرص العالم المؤقتة والدائمة لأن إحنا في العاصمة الإدارية في العالمين الجديدة في غيره دي كانت أماكن سحرة غير مستغلة على الإطلاق وقبل ذلك كان يتم الحصول على الأراضي بشكل عشوائي أو غيره النهاردة أصبح قيمة عقية لا يدفع هذا المبلغ الضخم في أرض زي دي إحنا بنتكلم على إنه بالتأكيد شايف فايدة وعائد حقيقي فإننا يبقى فيه 150 مليار كمان هيتصرفوا لإنجاز ده هنتكلم على مطار دولي على كمان أهل المنطقة ودي نقطة برضو مهمة اللي سيتم تعودهم وأنهم هيجدوا فرصة أولوية ليهم في هذا الأمر لإضافة لملايين فرص العمل فنية من مهندسين لمأولات لغيره لعشرات أو مئات المهن الصناعة الأسمنت الحديد السيراميك اللي قديم كلها منتجات مصرية موسير كهرباء كابلات محطات توليد طاقة طاقة رياح أو طاقة شمسية كل دي فرص عمل مؤقتة وفيها فرص عمل دائمة ثم ما اشتغل في السياحة كل مليون فرصة عمل كل مليون سائح بينتج قد إيه ممكن عشرين فرصة عمل فهنا بكلم برضو في ملايين فيه هنا كمان مجتمع كامل فيه تعليم فيه صحة فيه خدمات مختلفة فيه تجارة فيه بيع وشراء فيه تصدير فيه إنتاج فيه زراعة يعني إحنا بنتكلم على مشروعات كاملة زي ما بقول العالمين دي أو راس الحكمة اللي شافها فيه لحد التسعينيات والحد الألفية يعني وكانش بيقدر يوصلها قبل أربع أو خمس ساعات النهاردة نتكلم في ساعتين من القهارة أو غيره فاللي هيروح ويدفع كل هزي الأموال الناس تبص وتقول إنه هنعمل هنروح هذا المكان اللي هيجي من أوروبا أو هيجي من غيره لازم يبقى فيه وسائل انتقاله طب